يا صباح الفل والورد والياسمين على كل اللي بيتفرجوا علينا النهاردة على قناة الصحة والجمال انا شايماء البربري هكون معاكم كل خميس ان شاء الله وصباحا كده هنصبح عليكم في برنامج جديد جدا اسمه كازاميز يمكن متابعيني يكونوا شافوني في البرامج اللي قبل كده فوشيا واي جديد ودايما دايما فيه برامج اللي انا بهتم بيها دايما بيكون فيه سابورتف جدا للمرأة بنهتم بالمرأة بنعمل سابورتف للمرأة فلما بيكون فيه يعني حاجة مميزة تخص المرأة في التنمية في الحياة الشخصية حتى بنتكلم عليها علشان خاطر الموضوع ده بيكون اعتقد انه مميز لان احنا مجتمعنا شوية بيهتم اكتر بالرجل ويمكن دور المرأة ما بنهتمش به كتير فلما نهتم بالمرأة دي حاجة مميزة جدا ولكن لما نجي نتكلم بقى على المرأة ومرأة السعيد تعالوا نقول ان مرأة السعيد برضو مهمشة بشكل كبير جدا هو طبعا السعيد كلها مهمشة ولكن لو هنتكلم على دور المرأة في السعيد هنلاقي ان الموضوع ده مهمش جدا تعالوا بقى نتكلم على ان المرأة بدأت تقرر ان هي ممكن تكون بيزنس وومن في السعيد مش بس كده لأ هي بتخطط وبتدير وبتفكر بشكل كبير جدا ازاي ممكن يعني تساهم في التنمية تساهم في اي شيء يكون في دعم للمرأة فاكتشفنا بيوتو سنتر بشكل كبير جدا ما ظنش في القاهرة بيعملوا بالامكانيات دي موجود في السعيد قررنا ان احنا نجيب خبيرة التجميل اللي عملت البيوتو سنتر ده ونتسألها هي عملت ايه فكرت ازاي ازاي قررت انها تعمل مكان كبير زي ده في تخصصات كتيرة جدا وهنفهم منها ايه التخصصات دي خلوني ارحب معاكو مع ضفتي اللي منوراني خبيرة التجميل اهلا بيك اهلا بيك نوراني اولا انا مبسوطة جدا ان انا معايا النهاردة اقول ايه بيزنس وومن بيزنس وومن من السعيد انا دايما بحب ادعم المرأة وصبرتف جدا للكرة السعيد والمحافظات السعيد والمراكز بتاعة السعيد صبرتف جدا ليهم يعني بحب ان انا اشجع الناس الموجودين في كرة السعيد بالاخص وفي المراكز برضو كمان فلما لقيت ان انت عندك مكان فيه التخصص كلميني اول كده البيوتو سنتر بتاعك اسمه ايه وتخصصات بتاعة ايه اسمه اركاديا اولا احنا في محافظة سهاج مركز جرجة اركاديا بيوتو سنتر اول مرة يتعامل على مستوى السعيد مكان بالمستوى ده اكي عندي اربع اقسام اول حاجة عندي اتي ليه طبعا زفاف وخطوبة وسواريه وتاني قسم عندك اوفير كامل من كل حاجة يعني انت عندك اربع اقسام اه القسم الاول اتي ليه اتي ليه كل الزفاف موجود وخطوبة موجود سواريه موجود اوكي تاني قسم كوفير اه في كل اي حاجة يعني تجتمل بكوفير موجودة تمام التالت قسم عندك قسم سباق كامل جاكوزي سونا حمام مغربي مخار تمام حلو قوي البعد كده الرابع الجيم الجيم يعني احنا معنا اربعة خاصة اه تقدر توليه على مساحة مساحة ايه تقريبا 700 متر ما شاء الله يعني حاجة انا بصراحة شايفة ان انت خلاص انت انا عايزة اكلمك الاول قبل ما اكلمك على الفكرة نفسها انت ازاي خططتي انك تديري مكان زي ده يعني تخطيط جالك الفكرة بتاعته منين انت كان في الاول مثلا عندك حاجة لا هو كان حلم بداية كان حلم من سنين يعني وربنا اراد انه هو يتحقق ويبقى مكان بالشكل ده يعني انت كنت بتحلمي بان انت ان هو يكون معي مكان كده تفكري ممكن تعملي مثلا منتجع كبير على مساحة اكبر من كده في يوم من الايام برضو في السعيد اه في السعيد مش هفكر هعمل في القاهرة طيب اه انت عيشت حياتك في السعيد اه وتربيتي في السعيد على عدات وتقاليد السعيد اه والفكر اللي يمكن حيزه بسيط شوية في السعيد صحي كده صحي طيب ازاي قدرتي انا عايزاكي تديني عشان احنا بنعمل دايما دعمل المرأة فعايزاكي تديني الخطوة اللي خليتك تفكري والتأسيس ده ما والتأسيس ده مش بيجي كده في يوم وليلة اكيد طيب يجي بعد تخطيط وتدبير وتفكير طويل جدا وبالورقة والقلم واكيد معنا نتيت عني مشروع زي ده اكيد بتستثمري يعني عرفيني كده عشان البنات اللي معانا النهارده بيشوفونا حتى لو كانوا مش شرط الصعيد حتى لو كانوا من القرى العادية من القليم العادية هل ده يعني كان فيه عائق قبل كده كانوا ايه الحماية سين ده وصلت يعني وصلتي للحتة دي ازاي اولا انا كنت عيشة برا مصر طبعا كان كل الامكانيات متاحة كنت لما بنزل اجازة كنت بزعل ان انا ما بقيش في البلد بتاعتي الامكانيات دي طبعا كل الستات اللي هناك مظلومة يعني الواحدة ازا كانت عاوزة تعمل حاجة فبتطار ان هي بتطلع يعني بتسافر القاهرة ازا كانت عاوزة تعمل حاجة هي نفسها فيها طبعا دي كنت الستات في الصعيد متفتحة جدا وعارفة كل حاجة وامتبع الموضة وامتبع كل حاجة فهم عاوزين هم عندهم ثقافة عندهم تعليم عندهم تربية جدا عندهم وعي عندهم فهم واحترام للاخرين جدا فهمين كل حاجة كل حاجة فهمينها بس الامكانيات مش موجودة اه مهمشين اه مش موجودة فدي اساس الفكرة ان انا عاوزة ساعدهم ان هم يلاقوا مكان موجود فيه كل حاجة اي حاجة هي عاوزة تعملها عاوزة تغير من نفسها يعني هتلاقوا روح المكان هتلاقي كل حاجة موجودة طبعا ده كانت الهدف من البداية يعني من مكانه وكان حلم يعني ان انا عمله لستات البلد اللي انا فيها يعني انا حاسة ان هم مظلومين ايما هم عاوزين يعني يدلعوا نفسهم بمعنى اصح طب يعني كون ان هي مرأة ساعدية مش من يعني مش كله هي يقدر يسافر القاهرة عشان مثلا يعمل اللي هو نفسه فيه اه فانتي فكرتي انه لا انا لازم اهتم بيها اكتر اه وادعمها اكتر يعني انا طالما هعمل مشروع انا ممكن اعمله في القاهرة اه في المحافظة نفسيها بس انا كان هدفي اه الست بتاعت بلدي انا توفير الخدمات اللي ممكن اللي تحتاجها اي ست اي عروسة خدمات الترفيهية اكتر جدا صح اه طبعا لان ممكن يكون الموضوع الترفيهي ده مش موجود بشكل مبير لا لا مش موجود بشكل ده خالص لا لا مش موجود طيب لما بتيجي واحدة ليكي بقى هناخد بقى قسم قسم انتي هنا دلوقتي المدير التنفيذي لل المكان الاركادية الاركادية بيوتي سنتر صح كده صح معينه هو مش بيوتي سنتر بس هو فيه طبعا اول حاجة تلي ايه ايه اتيلي الاتلي الدريسز والفساتين والسواريهات والزفاف والكلام ده كل كلميني بقى كده لو واحدة دخلت بقى المكان الجزء الخاص بالفساتين انتي كادارية للمكان بتدخليت معاها وبصي ولا بيبقى فيه حد متخصص وانتي بلكي شاركة ايه طبعا لا كل قسم للمتخصصين بتوع بس انتي برضو كادارية لازم يكون ليكي دور لازم تدخلي وتقلي وتشوفي وتاخدي فيتباك منها هم كده وتبقى على تواصل معاهم اكيد انا لازم اخد يعني رأي العميل بتاعي لازم اخد رأيه يعني مثلا ومثلا ايه كومنت بيتقال في الريسبشن مثلا كذا ما هو كل قسم ليه اللي هما يعني اللي هما قيمين عليه اللي هي البنوتة بيتبقى متخصصة بتفرج العروسة بتقس لها بتزبط لها الفستان بتاعها فكل قسم ليه المختصين بتوعهم يعني بيزبطوا العروسة لا ده حلو ده بمثلا شايفين يعني فيه اهتمام منهم في القسم ده طبعا ما بيبقاش مجرد الفستان العروسة تدخل تشوف لو عجبها ما عجبهاش لا بيبقى فيه مشاورة ما بينهم يعني والله العروسة اذا كان مثلا هتاخد رأيه لا اصلا احنا اطلاقا بنعمل ده علشان المرأة او علشان نعمل لها طرفيه لازم نهتم بيها بردو ولاش ان احنا ان الناس مهمشينها واحنا كمان نعمل ده عشانها ونعملشها طيب وليه ليه بعد كده بقى التخصص التاني كوفير الكوفير كلميني بقى على تخصصات الكوفير من ايه تزيل انا بقى يعني بيكون فيه تنظيف بشرة ميكب زفاف وخطوبة وثوريه بروتين باديكير بصي كله كوفير بكل التخصصات اه كل التخصصات معك متخصصين في كل التخصصات معي متخصصين ومعي جانب طبي كمان في قسم الكوفير الناي مباشر في درساد تيرما ديرمارورا ومع دكتورة الجلدية تمام اوكي معنا منتجات برضو طبيعيه عملها قلقدا باديا لكتورة الدكتورة الجلدية هاا كلها مواد طبيعيه دي لدينا احنا برضي بس يعني احنا مفردين بيها يعني كل حاجة تشمل كوافير موجودة حلو جدا طيب هو طبعا الفيديو بتعرض معنا اهو على الشاشة بس انا هعقب عليه بعد ما اسمع منك تاني هنعرضه كله كاملا يا جماعة بس بعد ما اسمع منها تباقي التفاصيل المهمة جدا القسم الثالث بعد كده كان ايه قسم السباة السباة كلمينا بقى السباة فيه اتنين جاكوزي في غرفة انسونة في غرفة بخار في غرفة حمام مغربي سخنه بارد بص الحمام المغربي بكل مشتقاته ومسقاته ومجتملاته حمام مغربي كله بالكامل طبعا ده الهوس بتاع العروسة يعني الحمام المغربي ده شيء مهم للعروسة بتفكر فيه جامد بتسأل ايه اللي مثلا انا عاوزة فتح جسمي ايه المسقات اللي عندكم عشان مثلا عاوزة تفتيح عاوزة اخذ مثلا كم مرة كل الكلام ده يعني العروسة بتيجي تسأله يعني عاوزة نصيفها مثلا اللي يرد عليها كل الاسئلة اه طبعا بيتبقى عاوزة ليوجهها مثلا هي عاوزة طبعا تفكيرها في ليلة العمر فطبعا بيبقى شغل تفكيرها كتير عاوزة تطلع حلوة عاوزة بشرتها حلوة فتفضل تسأل بقى طبعا ده اكيد احنا لازم نجاوبها ونريحها طيب العروسة بتكون جاية عايزة حاجة مهمة قوي عايزة تاخد يعني كذا ستيب كذا موجودين وداخدهم باقل التكاليف لا 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 اسعار حلوة خالص وعرودنا على طول مستمرة احنا ما فيش شهر ما فيش عرود عرود الجمال عرود الاصدقاء يعني السنتر العرود لازم كل شهر على طول في عرود تشجيعية في كل قسم في عرود حلو جدا تتكلميني بقى على القسم اللي بعد كده الجم انا يعني اول حد يكون عنده مثلا في الصعيد مثلا في المكان اللي انا فيه انا هتكلم عن المكان اللي انا فيه معا كابتن جم بنت خريج التربية الرياضية وشغلها والكلام ده كله متاحها مش واحدة جاية بتدربك على اجهزة وخلاص لا فيه عندنا زومبا فيه عندنا ايروبيكس فيه عندنا متابعة مع الناس بتدهم نظام غذائي وبتبقى ماشية معاهم عليه وبتسألوا ومتابعة معاهم واللي وزنها بينزل بنعمل لها مثلا هدية من عندنا بنشجحها ان هي نزلت مثلا 2 كيلو 3 كيلو لا احنا مثلا هنعملك جلسة مساجي طيب لا هنديك جاكوزي النهاردة عشان انت خسيتي فاحنا بنشجع حلو قوي يعني فكرة ان انت مش بس بتستثمري لا انت فعلا فعلا عشان حب الموضوع بتشجعي في الاهتمام بتشجعي في الهيات خس ان هي بقى عندها صحتها يعني الدنيا تمام برضو الارادة بتلعب شوية برضو عاوزة شوية تشجيع لما هي تخس وتلاقي فيه تشجيع وفيه هدايا ومرة لتانية هيكون احسن من كده فبالتالي هتهتم اللي ستوف بتاع الاربع تخصصات بتكتميع بقى معاهم وتقول لهم النصايح دي احنا كل يوم مع بعض يبصي اركادية كل الفريق بتاحها ايد واحدة كلنا بنحب بعض ده احلى حاجة في اركادية ان الفريق بتاحها ايد واحدة كلنا بنكمل بعض يعني كلنا بنكمل بعض يعني يعني واحدة مش موجودة التانية خلاص قريدي مكانها مش بنسيب الدنيا كده قريدي المكان شغال حتى لو حد مش موجود لا شغالين تمام حلو هم حبين المكان حبين المعاملة فعاوزين حطين ضاقتهم كلها فيه بس اهم حاجة ان دايما بيكون فيه اهتمام منهم حتى لو انتي ما طلبتيش يعني لما خلاص فهميني حتى انا لو مش موجودة ان ده سيستم معايا مازل نهتم معايا مادم عزة بسم الله ما شاء الله يعني طالما انا مش موجودة لا حيطة هناك في ال طب ايه رأيك؟ تيجي نشوف كده الفيديو مع بعض كده والناس تشوفوا كده كفاصل يا جماعة خلونا نشوف الفيديو بتاع المكان بتخصصات كلها مع بعض اوكي طيب خلاص تمام ده كلمينا كده هو شغال كده كلمينا على التخصصات اللي موجودة ده القتلين ده موديل ده كاعلان يعني للمكان ده برو ما عملهنا الأستاذ ميدوم الكاون ده الموديلز بيعرضوا الفساتين جزء من الفساتين اللي عندنا ده كان في الافتتاع حلو قوي يعني ده الجزء الخاص بالقتلين والدريسز والفساتين لما بتيجي بقى يجي مثلا عجبها حاجة معينة وبعدين مثلا عايزة لو في الخطوبة وفي لون معين يعني عايزة عرف النقاش ما بينكو بيكون ازاي لا اللي هي هي العروسة بتيجي بتطرح الفكرة اللي في دماغها وإحنا بنقول لها واحد اتنين تلاتة يعني بنوجهها الصح ليك يعني مثلا برضو لنا وجهة نظر في العروسة اللي هيليقى عليها أكتر فهي لازم احنا نسمع منها هي الأول وبعد كده احنا نقول لها رأينا وتشوف الحاجة عليها يعني لازم هي تشوف الفسان عليها يعني هي هتقتنع لما تشوف نفسيها أنا ممكن أقول لك رأيي بس لما تشوفي انت الحاجة عليكي ممكن هتقتنع وممكن لا فاحنا بنوجهها احنا بنوجهها لكن احنا لازم ناخد فكرتها هي الأول ايه طيب انت قلتلي ان المكان هو مكان للسيدات فقط فقط كلميني بقى على السياسة دي ودي أول مرة تحصل يعني هو يكون المكان كله نسائي مفيش أي يعني بص مفيش رجل بيدخل عمتن المكان إلا مثلا العريس لما بيكون عاوز يشوف الفسان بتاع العروسة ولما يجي ياخد العروسة لكن بنحترم خصية البنات جدا طبعا جدا في الجزء الخاص بالسفا والحاجات دي ممنوع مفيش حد يدخل نهائي بيكون فيه مفيش كاميرات طبعا مفيش تصوير مفيش كاميرات طبعا الموبايلات بتكون في الرسيفشان برا أي رجل في المكان لا لا خالص تماما يعني كلمينا كده على السياسات بتاعة المكان ما حدش يدخل بالموبايل بتاعة شروط اللي انتي حطها يعني الموبايل بيتسلم برا في الرسيفشان المكان كله بالكامل مفيش كاميرات غير في الرسيفشان بس باقي المكان بالكامل مفيش أي كاميرات فيه تماما فيه باب بيفصل ما بين الرسيفشان وباقي الأقسام يعني دقتي ليه يعتبر في الرسيفشان تمام الباب بتاعه في الرسيفشان أما باقي الأقسام احنا عاملين باب عليها بيحس الباب ده مفيش يعني حتى سن معين مثلا خمسة ابتداء ستة ابتداء لا يا حبيبي احنا عندنا إريا كيز لا تفضل فيها وماما أما تخلص المكان للأطفال يعني برضو سن معين لا معلش ما ينفعش تدخل مع ماما جوه طيب خلينا اسألك سؤال مهم جدا 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 هو سؤال أخير زي ما قلنا احنا حتى الإعلام وفي بعض طبعا رجال الأعمال وسيدات الأعمال دايما سابورتيف للمرأة ودايما سابورتيف للكرة ومراكز الصعيد عايزة أعرف انت بقى كزهرة آسم من سابورتيف ليكي من دايما يدعمك من دايما يساعدك من دايما يقولك صح لا غلط لا اراقف ده لا تمام زوجي يعني كل الفضل اللي أنا فيه ده يرجع له هو بصراح وحب أشكرو على ثقة اللي هو حطها فيي ودعموا لي المستمري دايما وعاوز يشوفني في أحسن مكان فكل الفضل اللي هو بصراحة وأمي وإخواتي وصحابي طبعا فكل دول أنا بشكرهم لأن بجد هما بيدعموني جدا يعني بيشجعوني جدا أنا كمان بشكرهم جدا جدا وبشكرك جدا يا زهرة يا رب نحن ليك رب نحن ليك مشاهدينا أنا النهاردة اتكلمتها على حاجة كانت في السعيد وإن شاء الله استنوني بقى الحلقات الجاية هنتكلم على كل الحاجات اللي فيها دعم دايما للمرأة ومش بس المرأة في كل حاجة مشاهدينا كنت تكون انتهت حلقتنا استنوني إن شاء الله الحلقة الجاية شكرا